اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تلاتين ستة ازهلت العالم كله ومنعيش اجواءها اليومين دولت كمان بنحتفل بالذكرها اه غيرت مفاهيم الدنيا كلها في اه الشعب المصري بعبقرية وقدر ان هو يغير كل المخططات اللي كانت ممكن تأدي اه لازية مصر بشكل من الاشكال او بتغيير الخريطة في الوطن العريب بشكل من الاشكال شعب العصر المصري بعبقرية وقدر ان هو يزهل العالم اه طبعا اكبر صورة في الفترة التاريخ الانسانية بالشكل دوت فحاجة مشرفة والحمد لله ده من كل مرة المصريين بيثبتوا ان هم اجدع من اجدع حد في الدنيا مش كده بس يمكن كان فيه مؤتمر اه شغال وهي مصر تستطيع بتاقل مربوطة ودي برضو ببان عبقرية الشعب المصري واحنا عايشنا الاجواء المؤتمر دوت شوفنا اه اقول اه فكر لسيدات مصر الافاضل سواء من الداخل او الخارج وافكارهم بالنسبة لمصر والاخصاد المصري والافكار الحلوة اللي عشان خاطر تبني مصر احنا محتاجين كلنا ان احنا نحط ايدينا في ايدينا بعض ونبني بلدنا بالشكل ده والافكار الجميلة اللي واحد سمعها اعتقد ان احنا لو نفذنا نص الافكار اللي احنا سمعناها ديت اعتقد ان احنا بقى عملنا انجاز كبير جدا لان كل الناس بتحاول انها توصل اه لحاجة كويسة في الفترة اللي جاية اعتقد ان احنا عندنا وقدرين فعلا ان احنا نستثمر العقول ديت والافكار ديت وعندنا الامكانيات على فكرة وكل مرة بنخش مشروع كبير بنحس ان امكانياته بنقول لك ده مشروع كبير او لكن بنقدر عليه والدليل قناة السويس والدليل مليون فكرة وفكرة عملت وفي افكار ما لم يعلن عنها حتى الان وهيعلن عنها في الوقت المناسب وبعون الله هتساعد كتير جدا في عودة الاقتصاد المصري والسياحة المصرية بشكل كبير زي ما احنا متمنينها بعون اللي ان شاء الله طيب انا بس اخر حاجة في الانترو قبل ما نخش على فقراتنا النهاردة عايز اقول بما ان الدنيا حر ياريت كل واحد يحط طبق صغير في شوات مية على الشباك او البلكونة او تحت العمارة للطيور للقطط يعني بنعمل حاجة لله كده واتقدر تكسب سيوب وفي نفس الوقت تساعد الحيوانات دي او الطيور دي انها تتغلب على الحر اللي احنا بنعيش اجواء واحنا يمكن حالة طواء ممكن تقاط في التكيف لكن هو ما عندوش تكيف الطائر او القط او الحيوان او الكائن اللي قدامك ده ما عندوش حتة يتحط فيها او يقعد فيها غير ممكن على مسؤولة غاز او مسؤولة مش عارف تحت ضل تكيف او تحت عربية فنحاول ان احنا نسهل عليهم شوية ان احنا نحط لهم شوية مية بس مش اكتر من كده لو قدرت تعملها يبقى جزاك الله كل خير النهاردة نتكلم على اه تلات فقرات هيبقوا معنا نتكلم على حاجات ايجابية انا بحب جدا نتكلم على حاجات ايجابية هنتكلم الاول على المشروعات في قطاع الكهرباء وصلنا الفين عملنا ايه ازاي نقدر نسترشد اه في استخدام الكهرباء ازاي اقدر ان انا مش عايز اقول اتحايل على الفاتورة لكن اقدر ان انا اا استخدم الكهرباء باسلوب ان انا ما ادفعش فاتورة كتيرة او كبيرة اعمل ايه اجيب لومد معينة اشتغل ازاي في الانوار اعمل ايه هيبقى معنا اا يعني خبيرة في الطاقة الكهرباء الدكتورة انهار حجازي هتكلمنا اكتر عن هذا الموضوع ونفهم منها ازاي نقدر نحن نسترشد نفهم كمان الانجازات اللي حصل فترة اللي فاتت في قطاع الكهرباء الفقرة اللي بعدية هنتكلم على انجازات قناة السويس انا الاوان بقى ان احنا يعني نجني سمار اللي احنا عملناه في السنتين ثلاثة اللي فاتوا عايزين نعرف احنا وصلنا الفين عملنا ايه المشروعات الكبيرة اللي حصلت في الفترة اللي فاتت وعايزين نتكلم كمان على حاجة مهمة جدا بحيرة البورولوس عايزين نعرف كمان هل بيتم تطهيرها بجد بشكل علمي كويس هل هيتم تطهيرها بحيث ان انا اقدر استفيد منها في زراعة السمك والحاجات بي وان انا اقدر استفيد من الماء اللي فيها كلام كتير هيكون معايا الاستاذ خالد علي الكاتب الصحفي هيكلم معنا في هذا الموضوع في الاخر بقى هنختم بشوية فن مع المطرب علي اسماعيل ونسمع شوية اغاني جميلة ان شاء الله وبعون الله يا رب حلقتنا تأجبكم ان شاء الله خليكم معنا هنطلع فاصل سريع جدا ونرجع تاني لابدأ على طول حلقاتنا يلا بينا